اشتركوا في القناة تام. واليوم من خلال فقرتنا بنحب ان احنا يكون معنا ونستضيف صحفية الجريئة وهي إسراء الشرباسي الصحفية بالجريدة اليوم السابع اللي قررت ان هي تقتحم هذا العالم الخطير وتنقل لنا صوت وصورة ايه اللي بيتم تحت او في بطن كبري عبازة زي ما بيورو. سبع الخير يا إسراء أنا مش سامع صوتك فمحتاجيك تعالي صوتك معايا شوية وطبعا في البداية احنا فخرين بيك كابنت جميلة وفي نفس الوقت انك تقتحمي هذا المجال وتخطري كمان بحياتك فعايسي اعرف في البداية كمان إيه اللي خليكي نقدر نقول تفكري في عمل تحقيق صحفي عن كبري عبازة. هو الموضوع جي معي بصدفة شوية لأن أنا قابلت محيمي كنت عرفه من زمان كلمني عن جريمة قتل حصلت تحت الكبري وكان كل كلامه متوجه إلى الأرض اللي تحت الكبري وعن نظافتها وعلى إن محافظ الجيزة ما بيساعدهمش في أي حاجة وإن مالك الأرض بيعاني من الإجرام اللي بيحصل والعشوائية اللي موجودة في المنطقة فروحت علشان أصور قصار جريمة القتل واشوف القصة بتاعة الأرض فبقوله إيه اللي بيحصل يعني المجرمين دول عملوا كده إزاي ولا إيه القصة هيكت إيه طبيعة جريمة القتل القتل حصل إن مجموعة الحارس بتاع الأرض ومعايا واحد صديق لي واحد تالت جاي بيمرس الشزوز مع صديق الحارس ده ده الكلام اللي تقال من المحامي ومن ملك الأرض حصل خلاف ما بينهم على الموضوع دوت الشاب التالت ده مسك حجر كبير وخبطوا على دماغ الحارس الحارس مخه طلع برا راسه والشاب التاني صديقه وعينه اللي اتنين يعني هو ماته تمام؟ يعني بلاش أوصف بالتفصيل والإسعيف لما طلبوها جات بعد ساعات رفضوا إن هم يشيلوا الجساس من بشاعة المنظر الأهلي هم اللي شالوا الجساس ودخلوها عربية الإسعيف سابوا الغيط دلوقتي أثار القتل يعني جزء من مخ القتيل لسه الغيط دلوقتي على المخدى بتاعته وهي اللي ظهر في الفيديو اللي أنا صورته وهدومهم بكل حاجة كل حاجة زي ما هي موجودة شوفناها في الفيديو فبقولوا طب هم جمنين ولا عايشين ازاي يعني عايزة تفاصيل أكتر قال لي بطنك كبري يا ما بتداري هذي جملة اللي خليتك تعملي تحيي بالزبط ما سبتهيش بقى بطنك كبري يعني ايه بطنك كبري مش فهمة من هنا ل هنا فهمت ان في ناس عايشة في بطنك كبري فهما كانوا خايفين على نفسهم طبعا لما الناس دي تعرف ان هما يعني فضحوهم ودلوا عليهم اه بالزبط وغير كده هو خايفين لحسن أنا أقول أطلع ودل حصل قلت لهم لأ أنا مش هنشر أي حاجة إلا لو طلعت بطنك كبري طب ازاي وقعدوا يوصفوا لي قعدوا أكتر من ساعتين يوصفوا لي أن الموضوع صعبي جدا ومستحيل وفي مخاطر وفيه 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 بالزبط ومواسير وهتطلع المواسير طب هتطلع ازاي طب هو يدومي كوينتي وهتقع والكلام ده كله وبيقولوا لي على فكرة ساميح حسين كان هنا هو تصور مسلسل حميها حرميها قلت لهم طب ازاي بقى هو طلع وليه أنا مطلعش أي لأ كان معا حراس وكده وناس كتير قلت لهم أنا معايا ربنا أنا هطلع ففين بقى لما جابوا لي وإحنا فعلا بالفيديو لقينا أن فيه مفروض أن فيه دليل بيرشدك إزاي وصلت للدليل ده وأرشدك لإيه بسألنا نشوف الفيديو تلاتي دليل اللي وصلها ده تعرفت عليه إزاي هما لما لقوني خلاص مصممة ومش همشي غير لما أطلع لقيتهم جابوا لي الشاب بدوت علشان يأمين لي المكان قبل ما أطلع خطوة بخطوة ويساعدني في الطلوع لو في حاجة يعني يوصلك لحد باطن الكبر يعني بالزبط فجيلي قال لي أنت أكد أن أنت عايز تطلعي أنت بنت وكده طرق هطلع وطلعت وفتحت الكاميرا وأنا بطلع علشان يعني الناس تبقى عايشة معايا في الكستة بالزبط وطلعنا على المواسير حمد الله عمرا شفت موضوع المواسير ده كان في صعوبة كمان اكتصوري داخل الغرف نفسها ولا ما تعمل داخل الغرف مستحيل وكان مستحيل مستحيل لأنهم عاملين شبابيك صغيرة جدا قد كف الإيد في الكبري يشوفوا اللي برة وهم حدش يشوفهم أنت تقول لي بيتم المراقبة من خلال على شبابيك الصغيرة فبالفعل في واحد شفني وأنا بعمل كده ونزل بورانا وكان فيه مشكلة حصلتين الحمد لله أنك بخير يا سبا خليه بس من له نشوف الفيديو ونرجع نكمل مرة تانية شبابيك صغيرة جدا شبابيك صغيرة جدا لحوالي سنتين طبعا احنا جينا كده هنا كل القطع دي كلها ردم وكلها عيال مسجلة وكان فيها حرامية وفيها كل كل المتعلقات اللي انت هتتعرف عليها كمان شوية فوجئنا نشيدنا المحافز كذا مرة محافز على عبد الرحمن محافز جيزر نشيدنا رؤساء الأحياء عايزين ننظف الحتة دي بدل ما هم عاملين يصرفوا على الارصفة اللي بتتشال وتتحط تاني كل شوية تعالوا صرفوا على الكلام ده الميزانية اللي انتوا رميتوا فيها المحافزة وجيتوا عادتوا تقولوا احنا بيضنا وعملنا بـ 58 مليون و25 مليون وشوية دانات لا تعالوا نظفوا الشوارع ونظفوا الدنيا بدل الناس اللي عايشة دي الناس هنا عايشة كننون في سجون فوق شفو ما لا يقل عن اكتر من 490 أسرة عايشين في بط الكبر فوق طيب حضرتك بدورك عملت ايه في الارض احنا جينا هنا طبعا انا وشركاتي في الارض نظفنا وشلنا الردم أكتر من 50 عربيات تريلا بره شلوا الرامل اللي هنا وشلوا الردم وشلوا الازايز وشلوا السرنجات اللي كانت بتتعمل لضرب المخدرات والمكسي وبعد كده خدنا الحتة دي نظفنا وقدمنا تبع إدارة طرح النهر في هيئة التعمير طبعا لا حياته لما انتوا نادي بس ضع Park مcéكمة ما بترسل مباشر دي كدة هما بيمشوا على المصورة دي طب احنا ممكن نطلع كده المواسير المواسير والمشادي بقى لغاية المانية لغاية المانية هم بينشوا كل دوت كل يوم بصي 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 صور كده اللي جناب دي صور من هنا وخلاص اللي جناب دي بقى دي العنابل دي اوت. دي اوت. تمام اوت بطول الكبرة sait المانية بتخوش لها برضو من نص المشاكلة بي� pag三ها صغيرة وبتخش منها على على دي تمام ومنفس الكلام بنها دي برضو من التهادي كده برضو دي بتوضيجي الوجه الصور النحيل التانية الوجه الصور النحيل التانية تمام دي برضو تخش العنابل ديت من هناك في فتحة صغيرة وتخش من قلب العنابل دي تتبقى ماشية في قوضة كنت تد ons بمشه في قوضة بطول الكبرة لا ما تصوريش. انا ما تصوريش. ما فيش اي مشاكل. لا. لا العدد ده ناس بتجدك من كل انحاء. يعني اه يعني مش العدد يعني ممكن تلاقي بس. يشير الناس كده بس احنا بقى طبعا ما عشان احنا عارة طول اللي قولة برضه في الناحية دي واحنا في الناحية دي. فبتلاقي العدد وخلاص خف من عندنا. كلها قواب معيشة. اي لا يعني عضة عضة طبعا ما دخلتها دي كبيرة. طبعا ما ده طورها مسلا اولي مسلا اشين متر طور. عند العمود ده يمسكوا. ويمشوا سنة في سن. يعني بصي هنا خريك الكل. هم اللي بوا قدرين يعملوه لك. انا ما اقول لك بس انت ما تصور. انا ما. ماشي اوكي. بضهرك. باس يحب احنا مش هش هم. احنا مش هنخش رأحناحو مزوره. امه. باس يحب احنا شكع. يا قوة جاري خلاص عبرتينها في المطيف. incentive انو بكون ميلوهم ما بيضلوش طبعاً الحاجات كلها ما هتشعرفها لهم. طبعاً البزاري العرب بتفاجئ يجري لانا في الصورة ده في اللفة في صورة ينوبت في كسر. فهم يبعايشين وعارفيني الكلام ده. وفي نفس الكلام برضو في حتة مكسورة في قلب المية. لو انت مشوا بطير فأنا همين ما تلزل في التخلاء. اشتركوا في القناة راجعنا لكم مرة تانية مع اسراء الشرباصي وهي الصحفية بجريدة اليوم السابع. الصحفية الجريئة اللي قدرت ان هي توصل لبطن كبري عباس وتعرض نفسها المخاطر شنها يماشي على المواسير. وده توصل لان فيه اكتر من 400 غرفة واكتر من 400 أسرة موجودة وفي اعمال كتيرة جداً بتتم هناك. ممكن نقدر نقول تجارة مخدرات شوز خطف اختصاب كل ده في غياب تام عن الامن. او فيه كمان زي ما صاركو انه قديم من الكلمة هم تفرج على الفيديو بتقولي ان فيه زي خدعة او تمويه للشرطة عشان معرفوش يوصلوا للغرف دي. انا شفتك ومتاها الانسان المشاهدين كمان شايفوا ان انت مشتي على المواسير ومتصوري كمان. انا عز اعرف ايه كم بدور في ذهنك في الوقت ده. يعني احسنتي باي انا عارفة انه اكيد ميكسد فيلنجز او احساس مختلطة يعني فكان ايه كم بدور في ذهنك ساعت. هو انا لو كنت فكرت ما كنت اشتلعت. او ده اكيد. او ده اكيد. فعلشان كده انا اخدت كرار جدا ان انا لازم اطلع. وكان كل اللي في دماغي ان انا ممكن اطلع ما انزلش. او ده كان وارد. بس الحمد لله. انا كلهم يقولوني كده. احنا لاحظنا طبعا في الفيديو كمان اللقاء مع احد ملاك الارض. ازاي قدرت توصل لهم ورد فعلهم ايه عن اللي بيحصل في بطن الكوبري. اللي وصني الملك الارض المحامي عصام شحاتة. هو وصني لي لانه هو صديق لي. والمحامي برضو احد ملاك الارض. هم مجموعة. كانوا جايبيني علشان نتكلموا عن المحافز الجيزة وان هو مهمل جدا في الارض اللي زي كده. ما ده اللي زهر. بس اللي اللي هو بطن الكوبري. رد فعلهم ايه عن اللي بيحصل جوه. هم بيحاولوا بقدر الامكان. هل عندهم علم بيه اصر او لا. هم عندهم علم. وكانوا موجودين معي وانا بصور. يعني هم حتى اللي كانوا ممنعين ان انا اصور. يعني حاجة زي كده. خايفين على نفسهم وعلي. طبعا. فهما بيحاولوا بقدر الامكان ان المكان يبقى يعني منور. مش مش ضلمة خالص. علشان ما يقدروش ان هم يعملوا الجرائم بتاعتهم تاني. لان اي بنت كانت بتمشي في الشارع. حتى هم حكوا يعني في الفيديو. اي بنت كانت بتمشي في الشارع ده. كان بيتم خطفها وبيختصبوها وبيتباحوها ويرموها في النيل. محدش بيعرف عنها اي حاجة بعد كده يعني محدش يعرف كستطيع. خطفها ويختصبها مثلا. خطفها ويختصبها وبيتباحوها ويرموها في النيل. محدش يعرف اي حاجة. يا ترى اي طبيعة المعلومات اللي جمعتها قبل تحقيق زي ده. واكيد اختلفت عن اي تحقيق تاني امت بيه قبل كده. انا طبيعة المعلومات زي ما قلت لحدتك يعني جاتلي باستطفة. من خلال المحيمي اللي كان بيكلمني على الارض وجريمة القتل. ما كانش متخيل ان هو ممكن يقولي على بطن الكبري. دي خالص يعني انا طلعتها منه وبالعافية. فالموضوع كله جيء بالصدفة في يومين. في يومين. معلومتين اخدتهم في يوم. لما رحت جمعت كل المعلومات وعملت قصص وحورات عشان انا قدر اصور. خلينا نشوفي فيديو تاني بس اسرقة تعالي علي عشان الفيديو دوم من غير صوت. اتفاضلوا. دي الغرفة اللي تقتل فيها الحيرس وصديقه. دي تحت الكبري. المفروض ان دي الغرفة بتاعت الكهرباء والغيز. تدخلي جوه ما تشوفيش اللي بره. تشوف اللي بره. اللي بره ما يشوفكيش. خالص. اوكي. ممكن ههين. دخلتوا بقى الغرفة دلوقتي. دخلنا الغرفة. بيوروني بقى اصار الدم. واتفاجئت ان المخ بتاع الراجل جزء منه موجود على مخدته لغاية دلوقتي. يعني الاسعاف حتى يعني مش كيفاية ان هم رفضوا يشيلوا الجثث. لا. كمان رفضوا. يعني الحاجات دي حرام. يعني ان هي تفضل بالمنظر البشع دي. محدش نضافها. محدش جي جنبها خالص. هاي سعرف شهادات الاهل اللي تقدمت بخصوص المنطقة دي. واللي بيحصل فيها. هي الناس اصلا خافت تتكلم. اللي وافقوا على الكلام هو المحامي وصاحب الارض. اللي هو سيد الفئي المستشار. بقية الناس خافوا يتكلموا قدام الكاميرا. لكن قالوا لي ان احنا بنخاف نعدي من تحت الكبري. كلنا عارفين ان المنطقة دي تخطر. وان كل يوم التاني يحصل جريمة قتل. يحصل حاجة بيشوفوا الناس وهم بيدربوا حقا. بيشربوا مخدرات وبياخدوا حقا. حتى في فيديو انا جايبة الحقا بتاعتهم ويمرمي على الارض بكثافة فضيعة. بيخافوا ان هم يمشوا في المنطقة دي. عارفين ان هي خطرة. لكن يعني معظمهم ما كانش يعرف ان في بطن الكبري في غرف. يعني هم كانوا بيقولوا في شباب بصيع بيوقفوا ومش عارفوا بلتجية وبتاع. وبيعملوا كذا وكذا. لكن ما يعرفوش ان هم في بطن الكبري. تفتكر كام عدد الغرف الموجودة. بس احنا اللي اعرفنا ان توصلوا ان فيه حوالي خمسمائة اسرة او ربعمية وشوية. هو على حد كلامهم لو الغرفة عشرين متر في المساحة دي كلها هيبقى كتير. غرف كتيرة جدا. يعني مش مش اقل من ربعمائة غرفة مثلا. طب وانت كنت تقولين فيه ممكن عملية زي عملية تموهية. ان الشرطة ما تعرفش توصل الغرف دي. الممر. اللي هو في جنابه هم صورتين. الممر ده عملوا فيه فراغات. بحيث ان هم بس اللي قدروا يمشوا عليه. يعني انا نفسي كنت هقع. انا ماشي او مش عارفة ان فيه فراغ تحت رجلي. فكان ممكن ان انا اقع. الراجل نبهني. المرشد نبهني دوت. وقال لي يا لأ دا دي يتخدها عاملينها. اي حد جديد مش في الكوبي. واي حد من المباحث يفكر ان هو يجي برضو يقع. وفعلا اي حد جديد بيتعرف على طول ان هو جديد لقينا بيقع في الني. عادة بنلاحظ ان ان ما بيكون في منطقة زي دي او مالينا بأعمال اجرومية يعني بيكون ليها كبير او معلم يعني. هل هل شخصتي كانت موجودة في المنطقة اللي انت صورت فيها. وكان موقفة قيمة التصوير. الكبير او المعلم هو اللي كان بيرائبني من من الشباك الصغيرة فتحة الصغيرة جدا ديت. عرفت ان هو كان بيرائب لما لقيته نزل ورايا. وانا وانا بنزل خلاص من على مواسيره ماشيين. نزل ورايا. وسأل الشاب المرشد بتاعنا. سأله مين دي وبتعمل ايه. وانتوا جاينا هيا تعملوا ايه. فقالوا لا ما تخافش دي واحدة طبع المحافظة جاية علشان تنظف الارض من الزبالة اللي موجودة ومطرح القتل وكده هو. وكان لازم تصور بعض الحاجات من الارض مش اكتر يعني. فهم خايفوا برضو ان انا امشي في الوقت دوت والشخص ده موجود. فدخلوني نادي الجيزة. قعدنا شوية وكده وبعد كده مشوني من طريق تاني. ماردوش يمشوني من نفس بخير. الحمد لله. اصعب المواقف اللي مستحيل تنسيها وانت بتحضري او بتصوري التقرير ده. مواسير. مواسير امري ما كنت تخيل ان انا تصلك مصورة بصراحة خالص يعني. بس الحمد لله عملتها. طيب الحمد لله. في اليوم التاني يمكن بعدها تم نشر تحقيق وفيديو تاني الجريمة تقل. برضو قامت الجريمة دي باحدة الغرف السرية اللي موجودة في بطن الكبري. نقدر نقول هل تم تصوير في نفس اليوم اللي تم فيه تصوير تقرير ده ولا؟ هو في نفس اليوم. لان انا زي ما هقولت لحالتك. انا لو كنت فكرت موش عملت. انا كنت موجودة فيه جريمة قتل موجودة. بتتم في نفس الوقت. لا. جريمة القتل حصلت قبل ما انا مروح بأربع تيام. لكن التصوير انا عملت التقريرين في نفس اليوم. يعني جريمة القتل ديت حصلت قبل ما انا مروح بأربع تيام بزبط. فدل اصار الجريمة والمخ موجودة على المخدة لغاية لما انا روحت. الله اعلم هم دلوقتي شلوه حتى ولا لأ. ومحدش عارف يوصل للقاتل ولا اي حاجة يعني. هو لسه دلوقتي في الاعداد بيقولولي ان ده يمكن حصل في كوبري الساحل من سنتين وتم قفل كوبري تماما. طب احنا عايزين نشوف رد فعل الداخلية. رد فعل رئاسة الوزراء. طب لو هم مش عارفين يعملوا حاجة يعني امل هيحمونا ازاي. بس ثبت ما كده كده يعني بيعرضوا حياة الموطنين كلها للخطر يعني. طبعا انا من خلال برنامجنا بنواجه نداء لوزير الداخلية ورئيس الوزراء. وجهات المعنية بتفقد هذه المنطقة بالذات وتنشطها امنيا. يعني لانها واضح انها خطر على حياة الموطنين وبيتم فيها جرائم قتل وجرائم القتل بتتم كمان من غير اي حساب ومن غير حتى الوثور على الجاني او اي حاجة. وفيه غرف سرية بيتم فيها اعمال كتيرة جدا. فمرة تانية من خلال برنامجنا بناشد وزير الداخلية وبالناشد الجهات المعنية بتمشيط المنطقة امنيا. منطقة كبري عباس صحيح. كبري عباس بالزبط وبطن الكبري تحديدا. زي ما قلت وجالي في كنترو دولاتي ان من سنتين حصل نفس المشكلة في الساحل وكبري الساحل وتم غلق الغرف دي بالجنازير وبالحديد. فاحنا مستنين ايه؟ يعني الجريمة قتل حصلت راح يتم فيها تحقيق في نفس الوقت اللي هي بعد ما صورت فيه التحقيق بتاع حصل جريمة قتل تانية او قابليها كمان. قبلها باربع ايام. قابليها باربع ايام. هما لو مهتمين بالارهاب ومهتمين بالمظاهرات ومهتمين بالشغب. فمن الوارد جدا ان يكون الارهابيين او المشغبين دول بيستخدموا المجرمين دول في المظاهرات بتاعتهم او في عماية الارهاب بتاعتهم. طب انت ليه ما تقطعش عرق وتسيح دمه. الناس اللي هما بيستخدموهم دول احنا نقضي عليهم. نلموهم. فبالتاني مش هيكون في حد يقدروا يعملوا معا حاجة. صحيح. بس انا بارتو عايز ارجع لشهادة شهادة كنتي خصيصا. يعني فكرة انه صعب قوي ان الشرطة توصل للاماكن دي. لان فيه تمويهاد بتحصل وفيه زي ما انت بتقول بيواف على فراغ. فهنا بنشد ان يتم غلق الغرف دي تماما. لانه صعب جدا الوصول لها فيتم غلقها تماما. ويتم تمشيتها فعلا امنيا. بس انا بحب اكد على ده كمان. يعني هما يقدروا يهدوا الكبري كله. لو هم عايزين. هما يقدروا يعملوا اي حاجة. فاحنا مستنيين يعني نشوف هما رد فعلهم ايه على الكبري زي كده. وعلى رأيك هو يقدر يعملوا اي حاجة. زي انت مشيت عما وسير. مثلا. بنت وبسيدة. يعني من القوات خاصة وحاجات كده. لا انا انا اعرفت ان محافظ الجيزة استجاب للتحقيق بتاعي. وهيروح يشوف الارض. الارض. مش الكبري. يعني هو مش هيتلع اكيد باتنا الكبري. فعلشان تبقى مضاقة بشكل مستمر ونظيفة. فنفسنا ان يكون فيه رد فعل من وزارة الداخلية مشابه لرد محافظ الجيزة. اللي لست كمان مش متأكدين منه. هل هيحصل فعلا كده ولا لا. يعني انا نستطأكد. رد فعل بقى عائلتك. كان ايه. بجد. عايز اعرف. قصة انت لاي هتعملي تحقيق. اوكي. تحقيق على ارض الواقع. زي ما بيقول. او على رجليك. فانت وقفة هتسألي انه زي ما بتنزلي من بيتك الصبح وراحة شغلك. كان موسير. وندخل غرف سرية. لا. هما ما عرفوش. ونعرض حياتنا للخطر. هما ما عرفوش غير بعد ما انا رحت عملت الموضوع ورجعت البيت. حكيت بقى. يعني وريت لوالدي الفيديو. ما صدقش. ما قدرش يصدق. عدت اشرح له اللي في الفيديو اكتر من مرة. قال انت مستحيل اقامش على كبرة عباس تاني. مستحيل الموضوع صعب. وانت ازاي قدرت تعملي حاجة زي كده. والدتي لما جدت انا دخلت نايمت بصراحة. يعني انا دخلت نايمت قلت ايه. ملاش حسن. عشان موت هزايش. انا مرة تانية عايز ارجع على شهادات الاهالية حاولين المنطقة دي عشان عايز عمل استرس اكتر على قد ايه المنطقة دي خطرة. وان الناس اللي عايشين فيها كمان معرضين للخطرة. مش بكلم عن رقممية اسرة اللي قريدي ساكنين الغرف اللي هم قريدي ساكنين تحت الارض. او لهم عارفين ان هم ضد القانون بالممارسات اللي بتتم. سعايز اعرف ان الناس في المنطقة مرة تانية مع لسه. الناس اللي خافوا يتكلموا معي قدام الكاميرا. اكدوا لي على ان المنطقة دي مليانة مخاطر. بيخافوا ان هما يمشوا فيها. الحتة اللي هي تحت الكبري. بيخافوا ان هما يمشوا فيها دي مستحيل. وخصوصا لو بنت. يعني الرجال بيخافوا يمشوا فيها. فالبنات طبعا يعني محرمين عليهم المنطقة دي خالص. سمعوا اكتر من مرة على جريمة قتل البنات واختصاب وشزوز ومخدرات بيشوفوا. بنفسهم الشباب وهم بياخدوا حقا. في غياب امني تام طبعا. في غياب امني تام. ما فيش حد من الامن بيقهو بناحة المنطقة دي خالص. ده الاهالي يأكدوا لي الكلام دوت. طيب ها ايطار في افكار وتقارير جديد بتحضرين لها دلوقتي الاسراء ولا. والله هو في حاجة بس اتمنى ان هي تتم على خير. ولو فكرت فيها برضو مش عاملها. هي مكان لتجارات المخدرات. كان فيه اكتر من مكان قبل كده حاولت ان انا اصور فيه. بس المرشد بتاعي خاف. يعني انا مخفتش بس هو خاف. المرات المرشد يعني بيتميني ان هو هيبقى في امين وان انا هبقى في امين وكده فاتمنى ان الموضوع يكمل يعني. بيتم التواصل للمرشد ازاي? يعني العلاقة ما بين الصحفي والمرشد متالي علاقة مهمة جدا. وهو المصدر بتاعك او السورس بتاعك. بيتم اللقاء ازاي او بتعرفوا بعد ازاي? هو دايما بيبقى فيه الاول حد اعرفوا بيعرفني عليه. يعني زي في التحقيق دوت المهمة هو والساحب الارض هم اللي عرفوني على المرشد. ففي التحقيق اللي جاي ان شاء الله برضو شخصية قريبة مني هي اللي عرفتني على المرشد. هو واحد من المنطقة. ومن خلاله المفروض ان انا هقدر اطلع بيت من البيوت. يعني شخصي دي موجودة فعلا في الحالة الواقعية. موجودة طبعا. يعني لو عايس نزيل تأملي تقرير في منطقة معينة لازم يتم الاستعانة بالدليل عشان يساعدك. اكيد لو اللي واحدة ما كنتش عرفت. يعني كنت وقعت في النيل. يعني لو كنت عرفت اطلع بطن الكبرى الواحدة كنت وقعت في النيل. والله في كده وفي كده. يعني في ناس قبلتهم طبوة وشاي ومستجاي ومستجاي ومستجاي. فعشرين خمسين جنيه مش هتفرق يعني. لكن في ناس بتبقى جدعنة. جدعنة. عشان عايز عايز يطهر المكان. بالضبط. يطهر المكان زي ما بتقولي فعلا. هل في تحقيقات حسيتي انه انا مش عارف اوصل فيها. مش عارف اوصل لحاجة ومفيش حاجة بتم مساعدتي بيها ومفيش حد عايز تساعد ان الحاجات تتوصل للنور ويتم تطهير المنطقة مثلا او يتم زهور موضوع معين. لما كنت رايحة اعمل تحقيق عن تجارة سلاح ومخدرات امام مسجد. امام مسجد. امام مسجد. كنت متحمسة جدا للموضوع جدا. والغاية دلوقتي لو جاتلي الفرصة تاني انا هروح. بس المرشد خايف. مرشد خايف. لان هو من اهل المنطقة. بعد ما قالي اوكي انا معيك وتمام. واندروح 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 واندروح. خايف وهرب مني. ولغاية دلوقتي مش عارف اصدر راتيني. بس المرشد خايف. انا بقلي حوالي ثلاث سنين. بس في اليوم السابع بقلي سنة وشهر او سنة وشهرين. في فيديو سبين. لكن قبل كده كنت محررة فقط. كنت سياسة تغذية مظاهرات واخبار. وكان في بعض التحقيقات. مثلا منطقة زي منطقة الطوابق بفيصل. المنطقة دي يعني عبارة عن جمهورية منفصلة عن جمهورية مصر العربية. مليانة بالجرائم والمجرمين والمخدرات والسلاح. واللي عرفته المعلومات اللي عندي ولا انا شفتها يعني. بس ما قدرش اقول ان هما اخوان يعني. ان في مخادم سلاح. انا روحت وشفتها بنفسي. بس ما قدرتش اصور. مكانش ينفع. روحت شفت السلاح بنفسي. في ناس كل يوم جمعة. بيقولوا الاهالي بيقول ان هما اخوان. في ناس كل يوم جمعة بتروح تأجر سلاح من المكان دا. بتأجر سلاح. بتأجر سلاح. مرامت هالية احيادة مهمة جدا ان هي تكون موجودة. انا اتكلمت مع واحدة من الاهالي. بس كان على موضوع قريب من كده. ان الناس دي هاجموا عليها في شقةها. بالسلاح. وجبت اثار ضرب النارة على الشقة. لان كان تم التحرش بيها من واحد من البلطاجية. ولما عميت مشكلة وراحت اسم الهرم. يعني الكلام دوت موجود في الفيديو. لما راحت اسم الهرم قالوا لها احنا انا مش هنتحرك غير لما يكون في قتيل. فلما يموت حد عندك نبقى انجيلك. اوكي. السحكاتي بتحزيني. جدا. جدا. جدا زيها بالزبط زي ما يبقى فيه مواريد عندنا ولازم يدفع فلوس قبل ما يبتدوا يستقبلوه في المستشفيات. بالزبط. ديت لازم حد من عندها يموت. يعني ابنها اخد شازية من ضرب النار في بطنه. وما فيش فايدة. لازم حد يموت. السحفي اسرائيل شرباسي مرة تانية بحييكي. واتمنالك التوفيق. ربنا يحميك يا رب. لانك اخترت مهلنا صعبة جدا. وكنت موكي مستم المحررة في الفن وفي الموضة وفي الرياضة. وحاجات البسيطة منك. بنت جميلة جدا. بس واضح انك معرفتيش. ومتهيق لي. انت عقليك دور. ودور مهم جدا. وبتمنى يا رب انك تقدري توصلي اللي انت عايزيه. وتكشف الحقيقة عن حاجات كتيرة جدا. يا رب. وصعيدة اكتر انك بنت كمان. مشكورت جدا يا اسراء. وبتمنى انك التوفيق. ربنا يحميك يا رب. وهنا بيتك في اي وقت تحب تيجي تعرضي فيديوهاتك. احنا نتمنى يعني. شارك لنا. شكرا. بتاكل معاكم الفاصل سريع. فخليكم معنا ونهارك سعيد. اشتركوا في القناة.